وجاء في مسند أحمد من حديث ابن عباسة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عشراء وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده وفي رواية أخرى عند أحمد وابن خزيمة من حديث ابن عباسة أيضا صوموا يوما قبله أو يوما بعده على التخير وليس على الجمع فذهب بعض أهل العلم كما نص ابن حجر رحمه الله في الفتح على أن صوم يوم عشراء ثلاث مراتب المرتبة الأولى وهي أكملها وأعلاها أن يصوم المسلم يوم عشراء ويوما قبله ويوما بعده ثم المرتبة الثانية وعليها أكثر الأحاديث أن يصوم العبد التاسع والعاشر ثم المرتبة الأخيرة وهي أن يصوم العبد يوم العاشر فقط وكلها فيها خير ولكل مجتهد النصيب على المسلم أن يحرص وأن يحاول صوم يوم عشراء ويوما قبله ويوما بعده فإن لم يستطع فالتاسع والعاشر فإن لم يستطع فالعاشر ولكن لا يفرط في يوم العاشر بل يحرص عليه